السلام عليكم مرحبا بجميع متذبعي قناتي مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد كما ترون اليوم سوف نحضر معكم كاب كيك سوف يكون رائعين بالنسبة للناس اللي يديرون ريجيم او لكي يتناولوا اكل صحي لا دقيق لا زيت لا زبدة سوف نقصد زيت الطياب العادية لان هنا سوف نستعمل زيت الزيتون وصراحة لا تقديلوا ما سوف يكون نهائيا باين لا سكر لا تشي حاجة و سوف يجيو رائعين فقط غير بالشوفان والمكسارات كي يجيو شي حاجة يعني الطوب وعرا والناس اللي يعني سوف يتناولهم كنصحكم واحدة في النهار لا غير يعني رحت المكسارات القطرة ديالهم كتفايدو هون وخا على بركة الله واحد البول سوف نحتاج واحد جوج ديال البيضات يكونوا حجم كبير سوف نطربهم فقط يعني بالطراب يداوي يعني لا نحتاجوش بطر سوف نخلق البيض ديال الما مزيان من بعد سوف نحتاج الحليب ليكون خالي الدسم إلا توفرته لي كان أفضل ما توفرتوش على الحليب يعني خالي الدسم سوف تأخذوا كاس ديال الما صافي ما كينش هاد الحليب هادا نديرو الما واخا غي هو الما نديرو يعني يعني كاس اللاروب ديال الما ونديرو واحد جوجو لا معلقة فقط واحدة كبيرة خل غادي نضيف هادا كاس ديال الحليب كما كتعرفوا غادي نعبر لكم كاس ديال العنبة ممكن تستعملوا اي كاس عندكم كاس ديال القاتين اللي كان شربوا هادا في قاتين تعبروه ما كينش الحليب كي ما كنت لكم هاد الحليب هادا دارا يعني مبعروف خالي الدسم ما عندكمش ديرو الما صافي كمية بالنسبة المكسارات غادي ندخل هادا كمية ذيال زيت الليدرد وغادي نضيف المكسارات نجيل كل شي على المكسارات عندي اه القرقاء عندي زبيب عندي لونس وعندي تمر عندي اه جنجلان وعندي بضور شية هنا هي بضور شية انا دخلت بقريتها بثاف ديال فوائد ديالها تكشي علش انا شريتها صراحة انا مهمري ما جيبتها كانت اول مرة غادي نجيبها وصعبتها هنا كما كتوفوه سيحتاجوا رقائق ديال الشوفان انا وريدكم شكل دياله اه رغم ان هاد الشوفان هادا كيكون معدل من الافضل لانكم يعني ستجبو الشوفان اللي كيكون حب اطحنوه انا ما توفرش ليه ولكن معلش هادا يعني كيقضي الغاراد ولكن ما كيكونش يعني بالطبيعة ديال الشوفان العادي كيكون هو مهرس شوية ذلك الزراع وكيكون هادا كيكون هادا كيكون هادا كيكون معدل وكما كتشوفوه هنا فقط حتاجي جوج ديال الكيسان عنبا ديال الشوفان اللي هو رقائق باش هاد الشوفان يتماسك ليه ضروري البلاس ما غادي نضيف وحد جوج ديال المعلقات ديال السميدة هنا عاوضنا انكم ما بغيتوش تدير السميدة اتاخذو هاد شوفان هو بنفسه وتولي واتطحنوه واتاخذو من جوج المعلقات ضروري هكا باش يتماسك لنا هو غادي تماسك ولكن هكا باش كنتأكدو انه يجي متماسك اكثر هنيا كناخذو واحد الخمارة حمراء ديال الحلوه وغادي نضيف وحده هنيا خمارة را هكا توزن ثمانية غرام اه الخميرة هنيا را كنوريكم معلومات ديالها زيرو دوهون زيرو بروتينات كنضن فيها شي شي حاجه هكا ديال الكاربوهايدرات اللي هي تلاتة واربعين ديرين هواقيله فكل مية غرام يمكن نسوي شي قل يعني فيها ثمانيين يعني عندنا عشرة نضربو عشرة في ثمانيات عطينا ثمانيين احنا مواصلين هاش اصلا غلنا اخدو غايب باكي وحده يعني الناس اللي كيحسبو السعرات الحرارية دياله انا هلاش يعني هكا كنصور ليكم هنيا المقصارات اللي عندي اخديتها هرمشتها تحاجة مم حمرات تحاجة يعني اه يجب على مرات تحاجة هذه تحاجة بودورشيه اعطي لكم بالنسبة للزفورية لا تحتاجوا فأشاة بالنسبة لل الخاصة يجب على كل شي طبيعي نضيفه قشور برتوقح هناك نقيد بدورشيا الناس اضاف خلط خلط و اضافه اضافه و اضافه و اضافه و قوالب الاخر اضافه نضيف الكويرتات لجلي كابكيك نضيف جميع المحتوى نضيف السائل نضيف المكسرات نضيف المكسرات نضيف المكسرات نضيف المكسرات نضيف المكسرات نضيف فران 108 درجة سوف نطيبه من الأسفل و من الأعلى تقريبا الوقت لا يأخذ الكثير 1-12 دقيقة ولقاح 15 دقيقة و دقيقة فقط يبقى فران سوف نضيفها فقط يبقى المنزل والمزل سوف نقوم برد سوف نقوم بطبق التقديم و نقوم بطبق التقديم لا يقوم بأسفل اللي ديري الريجيم فقط انا لو كانوا لو ديدات ديالك ما كياكلش مكسرات فانا كمسحهم بهذا يعني كمسحكم بهذا الكاب كاك يجوا صراحة زوينين وحتى هاكا بالشوفان كدجيش حاجة مغايرة كنتمنى على فيديو ديال اليوم تكون نعيد الاعجاب ديالكم الى عجبتكم ما تبخلوش عليها في الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة الى كنتي مازال مشتركتيش نضرب لكم موعد فيديو جدا قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله